بعد صدور المرسوم رقم 465 القاضي بتأميم جميع الأصول والحقوق الناتجة عن الاتفاقيات وتصاريح الاستكشاف وإنتاج النفط لشركة إيسو في تشاد في الثالث والعشرين مارس 2023 وعتماده من قبل أعضاء المجلس الوطني الانتقالي بأغلبية 172 صوتا في جلسة علنية في 29 من الشهر الجاري وقع اليوم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إثنو على هذا القانون الذي وصف بالسيادي والتاريخي وكان الشركة إيسو قد أبلغت السلطات التشادية رغبتها في مغادرة البلاد واقترحت بيع أصولها وحقوقها لشركة أخرى تدعى سافانا وطبقا لاتفاقيات النفط والقوانين السارية في تشاد فإن مثل هذه المهمة يجب أن تحظى بموافقة مسبقة من الدولة والتي تتحقق من أن الشركة المقترحة لديها القدرات الفنية والمالية لإدارة النفط التشادي وقد لاحظت الدولة أن الشركة المقترحة لا تملك القدرات والضمانات التي طلبتها تشاد وأبدت الحكومة تحفظات على هذا النقل لأن النفط حقل استراتيجي لتشاد يمثل أكثر من سمانين بالمئة من عائدات التصدير ونفيد بأن التأميم هو نظام تعمل به الدول الاشتراكية حيث تصير كل وسائل المؤسسات والشركات في ملك الدولة وتقوم بالإشراف عليها وتسيرها أرى هذه المبادرة مبادرة سليمة جدا عندما يساعد يكون بيدك فأنت تستطيع بكل قوة وبكل بز الجهد تقدر تساعد وتقدر تنمي في هذا الشيء وتنمي أيضا على التصاديات مبادرة سليمة جدا الاتفاقية تساعد الشباب التشادي وقتنمي وقول التشاديون وتنمي أيضا على التصاديات قلت النشناليزيون يساعد الشعب يساعد إيال يساعد عوين أم من الأدول قليه حكومة يعني تشيل شباب المواطنين هقين التشاديين ده وتدخلهم في العمل حتى في القوى العاملة والأيدي العاملة كلها كان شالات من المواطنين التشاديين ده ما نتقدر تساهم في تنمية عن البلد عشان يمشي يدرسوا في مجال البترون دابة الدولة شارة الحاجة دي كما أنه شوفوا دابة تستمر فوقا ممكن يبقى دي للشباب وكي الشباب تتخرجوا دابة من الجوع من دولة إن شاء الله يشوفهم يمشي يقدم معهم شوية شوية اشتركوا في القناة